بسم الله و صلى الله على أجمل خلق الله سيدنا و حبيبنا و شفيعنا رسول الله و على آله و صحبه و مولا رجعنا لكم تاني كنت بقول لحضرتكم قبل الفاصل في وصية من أحد الصالحين تصل بهذه الوصية إلى الخشوع في الصلاة أعمل هيئ لنفسك عندما تدخل الصلاة أن هذه الصلاة التي تصليها هي آخر صلاة تصليها صلي صلاة مودع هيئ لنفسك أن الجنة عن يمينك و أن النار عن يسارك و أن الصراط تحت قدميك و أن ملك الموت يطلبك و أن رسول الله ينظر إلى صلاتك دي آخر صلاة تصليها و هيئ لنفسك أن النبي بيشوف صلاتك دلوقتي هتعمل إيه؟ هتصليها بخشوع و إتقان لله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون طيب من أداب الصلاة أيضا أن الإنسان يترك التثاؤب قدر المستطاع لأن التثاؤب من الشيطان إذا تثاؤب الإنسان في الصلاة يضع يده على فمه لو ترك فمه و فتحه و أغلقه فإن الشيطان يفرح بهذا الأمر إن تثاؤبت في الصلاة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم و أقبل على صلاتك بإتقان و خشوع لله جل وعلا طيب العطاص لو حصل العطاص قل الحمد لله أيضا و أنت في صلاتك لأن العطاص يخرج الله بهذا العطاص منك أذى ربنا بيصرف عنك أذى بهذا العطاص كذلك أيضا من آداب الصلاة أن يذهب الإنسان إلى الصلاة مبكرة لا تتأخر عن الصلاة ربنا يقول لنا في القرآن الكريم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني إيه عن صلاتهم ساهون هم لم يتركوها بالكلية و إنما أخروا الصلاة عن وقتها يؤخر الظهر يصليه قبل العصر بدقائق يؤخر المغرب يصليه قبل العشاء بدقائق لا لا تؤخر الصلاة لما تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح أسرع إلى الصلاة ربنا يقول في القرآن الكريم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني إيه ويل للمصلين بمعنى العذاب والهلاك والدمار لمن أخر الصلاة عن وقتها طب اللي ترك الصلاة بالكلية دي مصيبة أكبر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء الغي دوادي في جهنم والعياذ بالله بعيد قعره خبيث طعمه تستغيث منه جميع أودية جهنم لا عذر في الإسلام لمن ترك الصلاة العاد الذي بيننا وبين الكفار الصلاة من تركها فقد كفر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر يبقى احنا نقولنا النهاردة بعض الأدب أيضا للصلاة الخشوع التفكر والتدبر ترك التثاؤ بما استطاع الإنسان وأيضا من ضمن آداب الصلاة التي ذكرناها أن يسارع في ذهابه إلى الصلاة يسمع المنادي يعجل بالذهاب إلى الصلاة مبكرا ويبكر في الذهاب في ناس يسمعون المؤذن فيذهبون للمسجد وناس يقونون في المسجد قبل آذان المؤذن والأفضل أن تذهب قبل النداء لأن النداء دا للمشغول إنما أنت تكون مجاهز وقتك ومحضر نفسك لفرض ربنا سبحانه وتعالى نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلوات في جماعة اللهم أمين فاصل وهارجع لحضراتك تاني خليكم معايا وصلوا على الحبيب موسيقى